بسم الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على شفاق الله نبي الهدي الامين والحمد لله وعلى الله واصحاب يوم انتبوا بحسن يوم الدين يصور كنات تناجرات المالتين ما تستكمل مع حضرتكم ستسيري شوحاتها المتميزة اليوم بنستكمل مع بعض الربح من الانترنت او الربح من المنزل عن طريق تقديم الادلة المادية والمستندات وصورة من حوالة وسترن يونيون الفعلية عن كيفية تحقيق الارباح من موقع ياجوف من خلال الاجابة على الاستبيانات التي ترسلها اليها لأول مرة هنوضح لحضراتكم كيف حصدنا خمسين دولار في مدة وجيزة جدا وما هي عدد الاستبيانات التي وصلتنا خلال شهر لقد فاقد تمنتاشر استبيان خلال شهر وما هي الاسباب وكده بنقدم لحضراتكم بالدليل بالدليل ان شركة ياجوف والتي تقع في الامارات هي شركة بالفعل تقوم بتقديم ارباح لاعضاها نظير الاجابة على الاستبيانات المرسلة اليهم دائما وابدا بنسهد باراءكم واقتراحاتكم على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب كنات تاري رجال تعلمية على اليوتيوب دعبي 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 داتيكم سرع المستفر للنجار والمواقع والمدونات التي نشرف عليها هذا الفيديو هو الجزء التاني هذا الفيديو هو الجزء التاني وأسفل هذا الفيديو سوف تجدون فيديو رابط لفيديو يوضح كيفية التسجيل في موقع وسترن يونيون كذلك سوف تجدون رابطا للتسجيل داخل موقع وسترن يونيون وإن شاء الله يكون هناك فيديو ثالث وهو كيفية تعظيم الأرباح من موقع ياجوف من خلال مهارة خاصة تعلمين انتخل الجزء العملي بطريقة ده هنقدم لحضراتكم المستند المادي هو ده المستند التحويلة الخاصة بالويسترن يونيون التي وصلتنا هنا اسم المستلم طارق النجار هنا اسم الراسل شركة ياجوف هنا رقم الحوالة الخاصة بالويسترن يونيون وهي عبارة عن عشر ارقام هنا مبلغ التحويل الخمسين دولار هنا الدولة التي قامت بالارسال هي دولة الامارات المتحدة طيب تعالوا بينا كده نستعرض مع بعض بدأ الهوات باللغة الانجليزية وقادي الرقم اللي هو رقم الحوالة عشر ترقام ادي ثلاثة وقادي ثلاثة وقادي أربعة وقادي الخمسين دولار وقادي اسم الدولة اللي هي اليونيتد امارات طيب حضغط هوت على هذا السهم بنفس الطريقة ادي اسم الشركة ادي رقم التحويلة ادي المبلغ ويونيتد ارب اماراتيا ثم هضغط على نيكست بنفس الطريقة بتبدأ تتقرر قدامنا هضغط على نيكست هنا الاسم هو طارق الاسم بالكامل ثم باقي البيانات زي ما انا بستعرض مع حضراتكم قمت بعملية التقريب لصورة حوالة ويستر يونيون وده الطلب اللي قدمته لبنك اسكندرية ادي بالتاريخ وقادي الرقم عشرة وقادي خمسين دولار وقادي اسم المستفيد وجنسيته وقادي اسم الشركة المسترة شركة يجوف وقادي المقر بتاعها اللي هي الامارات العربية المتحدة ده الدليل المادي الذي يزبط اننا قد حصلنا بالفعل على خمسين دولار من شركة يجوف نتيجة الاجابة على الاستبيانات طب تعالوا بينا ننتقل الى الموقع وننتقل الى الايميل ده الايميل الخاص بي اللي يجوف بترسلي عليه نبدأ كده نعد مع بعض في واحد يونيا في شهر يونيا بعثتلي ادي يجوف ادي اول استبيان نيو سيرفي ادي واحد في واحد يونيا اتنين يونيا بعثتلي استبيان اخر خمسة يونيا استبيان اخر نعد مع بعض كام استبيان ونبص من الشهر ادي واحد يونيا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اه ستة سبعة تمانية تسعة عشرة ثم ادي احداشر استبيان لحد واحد وعشرين يونيا اتناشر استبيان في تلاتة وعشرين تلاتاشر استبيان يوم اربعة وعشرين ثم لو انا استعرضت مع حضراتكم نيكست كده تلاتاشر استبيان لحد يوم اربعة وعشرين يوم خمسة وعشرين ورد الاستبيان يبه كده خمستاشر يوم سبعة وعشرين سبعة وعشرين يونيا ورد الاستبيان اخر يبه كده اه سبعتاشر يوم تسعة وعشرين ورد الاستبيان يبه ادي اه تمنتاشر يبه انا عندي تمنتاشر استبيان لحد يوم تمانية وعشرين يوم واحد يوليا وبدأ يجي الاستبيان جديد إذن ورّينا لحضراتكم هذه الاستبيانات بنقول ان الاستبيانات ده هيت لما انت تقوم بفتحة خلال المدة المحددة تستطيع الإجابة عليها ولكن لأن المدة انتهت لو انا ضغطت على مدى الاستبيان اللي هيحصل هيقول لك ان تم إغلاق هذا الاستبيان طب لو انتقلنا إلى حسابنا في ياجو حسابنا في ياجو بدأت أهوت من يوم 1 يوني حرصت 50 نقطة يوم 3 يوني 25 نقطة يوم 5 يوني 100 نقطة يوم 9 يوني 50 نقطة ثم 50 نقطة أخرى يوم 10 ثم يوم 11 يوني حرصت 300 نقطة ثم 100 نقطة أخرى في 12 يوني 75 نقطة في 15 يوني 250 نقطة يوم 18 يوني 250 يوم 23 يوني 50 يوم 22 150 يوم 24 وعشرين خمسين يوم خمسة وعشرين يونيا مية وخمسين نقطة يوم سبعة وعشرين مية وخمسين نقطة يوم تسعة وعشرين اذا هذه هي النقاط تمنتاشر استبيان في متوسط اتنين دولار يعني ستة وتلاتين دولار خلال شهر واحد استطعنا ان اه ان نحصدهم طيب بعد ما بخلص المفترض هنا يا شباب ادي حاجة اسمها مبلغ الاسترداد باضغط على الاسترداد لما اصل الى خمس تلاف نقطة اضغط على استرداد ناخد بالنا الركز في جزئيانية هتظهر هذه النفذة اكسب المزيد من النقاط بس خد بالك بقى من نقطة مهمة جدا بنشر اليها الاول مرة برضو هيظهر رمز نهوة خاص بالاسترداد نهوة استرداد هتظهر على رمز الدولار لما تصل الى خمس تلاف نقطة اللي هي خمسين نقطة تضغط عليه هيطلبك واستكمال بياناتك اسمك زي ما هو موجود فيه رقم الهوية وعنوانك بالزبط وتاريخ ميلادك والبلد اللي هتستلم منها والمقار الخاص بيها طب انا هعمل تراجع هعمل تراجع مع حضراتكم تعالوا بينا نشوف كده احنا كده استردنا الفلوس واستطعنا نشوف الانشطة اهو لو بصينا مثلا في نشاط جديد ممكن يكون موجود بضغط على جميع العنشطة ورد لي استبيان اه جديد بتاريخ خمسة اغسطس باقوم بالاجابة عليه لما انا بقدم طلب الاسترداد في حاجة اسمها الاستردادات بضغط على الاستردادات هيقول لي والله انت قمت بالمطالبة باسترداد خمسين دولار بتاريخ عشرة يوليو وكذلك قمت لقد قمت باسترداد خمسين دولار اخرى يوم واحد يوليو فرق عشرين يوم ما بين طلب الاسترداد الاول والاسترداد التاني وفي طريقنا حاليا في شهر اغسطس ان احنا نقوم بطلب الاسترداد التالت كل ده خلال فترة وجيزة وان شاء الله انتظرونا في الفيديو التالت اللي هيوضح كيف حصدنا هذه المبالغ في اقل وقت ممكن البعض يتساءل ما بعد طلب الاسترداد ايه اللي هيحصل بقولك هتنتظر فترة من ثلاثين لخمسة واربعين يوم الى ان تصدر حوالة بريدية تعالوا بينا نورر حضراتكم الحوالة البريدية دي الحوالة البريدية وصلتني اسم الرسل يا جوف فانال كير ده الحوالة البريدية اختار بازدار حوالة بريدية باضغط عليها على الايميل الخاص بي بيقول عزيزي طار النجار شكرا على كونك عدوا في فريق المستطلعين مقابل طلب النقاط الذي كنت به سابقا كمنا بازدار حوالة نقضية هذه الحوالة ادي رقم الحوالة عشر تركام اللي هي الام از الام سي تي ان المبلغ خمسمية خمسين دولار بلد الاستلام هي جمهورة مصر العربية ثم البيانات وبيطلبوني ان انا اقوم بزيارة اي فرعة وكيل وسترن يونيون للحصول ومعايا الهوية للحصول على هذا المبلغ في فترة لا تزيد عن سلاسين يوما لان بعد تلاتين يوم هيتم تعطيلها واسترجحها مرة اخرى اتمنى اكون وفقت لاول مرة في جميع المواقع والمدونات العربية في تقديم الدليل المادي وهو صورة من اه حوالة وسترن يونيون بجميع البيانات وجميع التفاصيل وكذلك اه اطلعنا اه مع بعض حرقة الاستبيانات التي توصلت الى 18 استبيان اه في خلال شهر يونيو وهي قلت في شهر يوليو كانت حوالي 12 استبيان اه وده سبب ان بيحصل خلال فترة كنا في شهر رمضان بيحصل فترة زي خمول بالنسبة للشركات التي تقوم بعمل الاستبيانات البعض هيسألني سؤال مهم جدا كيف استطعت ان تصل الى هذا العدد الكبير من الاستبيانات ببساطة شديدة ان اثناء مالية هذا الاستبيان اه كنت انا اه اثناء انشاء هذا الماقع كنت موجود في المملكة العربية السعودية وقمت بانشاء الماقع وقلت ان انا مقيم في المملكة العربية السعودية ولكني مصري واعيش في الرياض فاتمنى من كل وانصح كل الاصدقاء انهم يقولوا انهم بيعيشوا اه مقيمين في السعودية وانهم مقيمين في الرياض او في الدمام وكل واحد يذكر جنسيته دي الفايصل الفايصل انك تقول انك مقيم في دولة خليجية وتحدد مكانها ايا كانت جنسيتك بناءا عليها سوف يرد اليك عدد كبير جدا من الاستبيانات لو قلت انك انت مقيم في مصر حيرد اليك تلاتة او اربع استبيانات كل شهر ولزلك هتاخد فترة كبيرة جدا لتحقيق هذا النجاح انتظروني لشرح الجزء التالت من الربح من يا جوف والطريقة السحرية لتعزيم ارباحك في اقل وقت ممكن اسفل هذا الفيديو سوف تجدونا رابط اه لمشاهدة فيديو انشاء حساب على يا جوف وسوف تجدونا رابط يتم من خلاله انشاء هذا الحساب ساعدت بكم انا فرد انا جار من كناة طارئة انا جار التعليمية اتمنى اكون وفقت في شرح هذه المهارة الخاصة وده بنهديها لكل الاصدقاء والزملاء اه تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة